بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل الخير سجلت في المملكة اليوم 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع عدد الإصابات وللأسف إلى 299 إصابات كما سجلت اليوم 9 حالات شفاء غادرت مستشفيات العزل وتفاصيل الإصابات الجديدة هي على النحو التالي 7 إصابات لعائلة واحدة في منطقة الرمثة أصيبوا إثر مخالطة ابنهم القادم من إسبانيا 5 حالات إصابة من أسر واحدة خالطوا ابنهم المصاب القادم من فرنسا وخمس حالات إصابة لأسر واحدة خالطوا والدهم المصاب وحالتين خالطا والدهم المصاب وهو من الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفى الأمير حمزة كما سجلت حالة أيضا لشخص قادم من بريطانيا وهو من بين الذين كانوا في الحجر الإلزامي وغادروا مؤخرا أي قبل ثلاث أيام وهذا المثال يؤكد أهمية الالتزام بالحجر الصحي والمنزلي لمن غادروا الحجر الإلزامي في الفنادق وأخيرا سجلت أيضا حالة إصابة لشخص مخالط لحفل الزفاف في إربت فيما يخص جهود التقصي الوبائي فقد قامت الكوادر الصحية بتنفيذ 1400 فحص للكشف عن الإصابات للأسف اعتقدنا بأن الأعداد تتناقص وبأن الالتزام يزيد لكن وكما شاهدتم إن عدم الالتزام يصيب عائلتك أولا ونرى أن العائلات تصاب بالمجموع ويبدو أن البعض يعتقد بأن هذا المرض خفيف وغير خطير للأسف هو خطير جدا وقد يؤدي إلى عواقب غير محمودة وكما ترون على شاشات التلفاز في العالم كل الدولة من سيدنا إلى أصغر واحد يحارب هذا المرض سيدي سمو الأمير حسين بيحمل الشوالات على كدفه يساعد شو الرسالة اللي بتتصلنا أرجو من الجميع الالتزام بالبعد عن الآخرين مترين والبقاء في المنازل لا نريد أن نصل إلى أي مرحلة لا نجد فيها سرير ماذا نقول للكوادر الطبية 1400 فحص بقوموا فيها ثمن فتيات لم يروا أهلهم منذ أسبوع وقد أعياهم التعب فأرجو حفاظا على الوطن وعلى عائلاتكم الالتزام بمنازلكم والابتعاد ونرى الشباب معا في الشوارع ونرى الكثير من الناس يمشون معا وكأن لا شيء هناك لا هناك خطر كبير يتهددنا ويجب أن نقف جميعا ونمنع أي شخص يهدد حياتنا ووطننا حمى الله الأردن وحمى الله جلالة القائد الأعلى وحمى الله الإنسانية جمعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر